طيب نرجع لمنازعات الأحوال الشخصية عرفنا منازعات الأحوال الشخصية طبعاً زي ما قلت القانون ما قال ليش إيه هي الأحوال الشخصية لكن محكمة النقض حتى الأحوال الشخصية من ليح الترتيب المحاكمة الشرعية والمحاكمة المختلطة والتنظيم القضائي والمدن المختلط مشرع المصري دايماً بيورد مساء فقط لغير يقول يعتبر من مسائل أحوال الشخصية واحد اتنين تلات اربعة لكن عمره معرف المقصود بمصطلح الأحوال الشخصية دايماً فايدة التعريف أنه بيحدد لتعريف جامع مانع جامع إيه هي المسائل التي تعتبر مسائل أحوال الشخصية مانع بيطلع للمسائل التي لا تعتبر من مسائل الأحوال الشخصية المشارع المصري الدرج على كده حتى في قانون واحد لسنة 2000 برضك المادة سبعة تقريباً المادة تمانية وتسعة أو تسعة وعشرة عددت المسائل التي تختص بيها محاكم الأحوال الشخصية قبل ما يصدر قانون الأسرة قانون الأسرة عشر لسنة 2004 خلاص؟ المادة تسعة من قانون واحد لسنة 2000 عددت المسائل قالت محكمة جزئية تختص بمسائل واحد اتنين تلات اربعة النفقة والحضانة والرؤية والضم والمادة بعدها قالت تختص المحكمة الاتدائية بمنازعات واحد اتنين تلات اربعة برضك حصرت او اوردت مسائل الأحوال الشخصية لكن محطت ليش معيار تعريف جامع مانع لمصطلح الأحوال الشخصية محكمة النقل بدورها بتكمل ممكن النقص تشريعي وهي اللي اتمح الأحوال الشخصية هي مجموعة ما يتميز به الإنسان عن غيره من الصفات الطبيعية او الاجتماعية التي رتب القانون عليها اصرا في حياة تعريف سنة تقريبا ثمانية وتلاتين وفيه تعريف تاني برضك أيديته المحكمة في 2016 ليه الأحوال الشخصية؟ ليه أنا يهمني مركز شوية على مصطلح الأحوال الشخصية؟ لأنه هو دا لها يحدد لي القانون اللي أنا عاوزه هو اللي هيحدد لي الاختصاص أنا هروح أنهو محكمة المحكمة المدنية ولا المحكمة الجنائية ولا المحكمة التجارية ولا محكمة الأسرة ما دا مش عرفه إلا لما عرف هو النزاع المعروض عليه دا أحوال شخصية الموكل بتاعي المسألة اللي بيتكلم فيها دي أحوال شخصية عشان أنا أقدر أروح الاختصاص هو دا فتعريف بيقول لي أنا همشي فين المحكمة اللي أنا هروح لها الاختصاص بيحدد لي الاختصاص تعريف الأحوال الشخصية بيحدد لي المحكمة المختصة قضائياً بنظر النزاع بيحدد لي الحاجة الثانية القانون واجب التطبيق إيه القانون اللي أنا هكتب فيه أو القاضي هيحكم بناءً عليه طيب فأنا عندي القوانين بردك قبل القانون الشريعة الإسلامية أيضاً لم تتعرض لتعريف الأحوال الشخصية ما عرفتش الأحوال الشخصية وقد يكون أول من تعرض من الفقهاء أو العلماء محمد قدري باشا سنة 1886 عندما ألف كتابه الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية وضمنه 647 مدة تكلم فيه على مرحل الإنسان من الولادة لغاية الوفاة ثم تأسيم المراس بتاعه واستقى الأحكام كلها من مذهب الإمام أبو حنيفة الراجح من مذهب الإمام أبي حنيفة طيب الشريعة الإسلامية معرفتش لكن هل كون الشريعة الإسلامية معرفتش ليه؟ لأن الشريعة الإسلامية معروفة تجتمل على ثلاث مسائل العقائد وعبادات ومعاملات العقائد صلة الإنسان بمين؟ بربنا سبحانه وتعالى يوم بالآخر والملائكة وما إلى ذلك العبادات الصلاة والصوم والحجل برضك علاقتك بمين؟ بربنا أما المعاملات لبتحكم علاقتك بمين؟ بالآخرين بالغير البيع والإيجار والرهم وأيضاً الزواج وأيضاً الزواج فالزواج يعتبر من العقائد ولا من العبادات ولا من المعاملات من المعاملات والقعدة طالما أنه من المعاملات قالناه يخضع لإقليمية القانون يخضع لإقليمية القانون ولكن في تطبيق الإقليمية قد يكون هناك حرج إننا طبق أحكام الشريعة الإسلامية على المصريين غير المسلمين فلذلك المشرع أخرج مسائل الزواج من نطاق المعاملات للمفروض معاملات قانونية مدنية صرفة وألحقها حكماً بنطاق البيئة بالأمور الدينية علشان خاطر يخلي غير المسلمين يحتكموا في مسائل أحوال الشخصية إلى اللوايح والشرائع بتاعته لكذا جاءت المادة ثلاثة من دستور الجديد 2014 وقالت أن مبادئ الشرائع المصريين من المسيحيين واليهود تعتبر المصدر التشريعي للتشريعات التي تنظم أحوالهم الشخصية وتعيين قيادتهم الروحية ترجمة نانسي قنقر